التركيز على العامل البشري والاستثمار في إبداع الطفل لبناء مستقبل أفضل هو ما رفع لأجله المتدخلون بمناسبة أحياء اليوم العالمي للطفل الإفريقي المصادف للسادس عشر يونيو من كل سنة قانون حماية حقوق الطفل وما الإنجازات المحققة في هذا الصدد من المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي والمدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا لتكوين الأساتذة في الصم والبكم وغير ذلك لخير دليل على إصراره على الاستثمار في الإبداع العلمي بصفته ركيزة للبناء الحقيقي للبلاد اللقاء كان فرصة للتذكير بما حققته الجزائر في هذا المجال وهو ما يتجلى في دستور 2020 الذي حول النصوص القانونية إلى نص دستوري فمن الجانب المؤسساتي ترجمت هذه الإرادة بإنشاء ما يعادل 104 مركز متخصر في حماية الأطفال في خطر والجانحين والتكفل بالأطفال المسعفين أوكلت لها مهمة ضمان لحماية الاجتماعية لهم المديرية العامة للأمن الوطني وعلى غيرار مؤسسات الدولة المعنية تسخر كل الوسائل المادية والبشرية لحماية الأطفال والحد من الجرائم المرتكبة في حقهم حفاظاً على السلامة الجسدية والنفسية للأطفال من الاستهلاك السيء للمضامين والاستعمال مفرد لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي كان لزاماً علينا استحداث فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تعمل بالتنسيق مع فرق حماية الأشخاص الهشة وكذلك مصالح الشرطة العلمية والتقنية ومخابر دلائل الرقمية من أجل محاربة كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يقع ضحيتها الطفل عبر الفضاء السيبيراتي يوم الطفل الإفريقي مناسبة تتجدد للتأكيد مرة أخرى على الجهود التي تبذلها الجزائر وطنياً وإقليمياً للرقي بأبنائها وأبناء القارة السمراء والدفاع عن حقوقهم